هي بلد الأساطير ومن أجمل الوجهات السياحية في العالم لما تتمتع به من غنى بالأماكن الطبيعية الساحرة والمعالم الأثرية المغلة في القدم تتألف من مئات الجزر البعض منها مأهول بالسكان مع الكثير من المواقع التاريخية والأثرية والطبيعة الغنى الممتدة على شواطئ ساحل البحر المتوسط وبحر إيجا لذا فهي تجمع الجمال والتاريخ بين أرجائها مما يجعلها وجهة سياحية متعددة المذاق أهلا بكم في اليونان نبدأ جولتنا السياحية في أثناء عاصمة اليونان وأقدم مدنها اشتهرت بكونها مهدا للفن والفلسفة ومركزا للفنون والتعلم وقد كان لها تأثيرها الثقافي والسياسي على القارة الأوروبية والعالم بشكل عام وهي مدينة التلال السبعة والطبيعة الجبلية الخرافية والآثار الهائلة التي تغطي كافة العصور وهي المدينة الأوروبية التي تستضيف ما يقارب من عشرة ملايين سائح سنويا من جميع أنحاء العالم حيث يأتي الجميع لزيارة مسقط رأس الحضارة الغربية أما جزيرة كريت فهي أكبر الجزر اليونانية وأكثرها كثافة سكانية فضلا عن أنها خامس أكبر جزيرة في البحر المتوسط ولها الكثير من الخصوصية لما تتمتع به من فرص مثالية للاستمتاع بأجمل الأجواء والأماكن السياحية كذلك جزيرة رودس المعروفة بجزيرة الأحلام وهي من أجمل الجزر في اليونان تقع في بحر إيجا وتمتاز بتاريخها وطرازها الرائع وهي من أهم أماكن الجذب السياحي في اليونان نظرا لأهميتها التاريخية والأثرية ومن المدن والجزر المليئة بالصخب والضوضاء إلى جزيرة سانتوريني حيث الهدوء والطبيعة الساحرة والرونق الفريد تتميز سانتوريني بالمنحدرات الجبلية المغطاة بالمنازل والأبنية العتيقة ذات القباب الزرقاء والبيضاء إلى جوار الشواطئ الرملية الفريدة اليونان فرصة سياحية لا تفوت فلما لا تجرب السفر إليها؟ اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر